السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكم عمر بوزينة وفي هذه الحلقة سنرى كيفية أخذ صلاحية الرز على هاتف Samsung Galaxy Y وكيفية نزع صلاحية الرز منه بطريقة سهلة وهو كتب اذا نذهب الى هذين اللينكين والرابطين الموجودين السلام في ديسكيبسيون هذا update.zip خاص ب ب أخذ صلاحية الرز و و update . خاص بنزع صلاحية الرز اذا انا قد قمت بتحميل ديسكيب في شيء ساقوم فقط ب ساربط الهاتف مع الحسوب الحسوب و لكارت لكارت مموار مع اذا ها هي ها هي ها هي لكارت مموار كوبية و كوبية كوبية و كوبية مموار على هاتفي اذا ساقوم مباشرة ب اخذ صلاحية الرز تابعوا معنا اذا لاجل ذلك اخذ صلاحية الرز يجبون ان نقوم باشعال الهاتف على وضع save mode او recovery لذلك يجبون اولا اطفاء الجهاز البند نصدر حتى نطفئ نهائيا ثم لاشعال على وضع save mode او recovery mode نقوم ب او نبركع لا وضع او نقوم ب volume button وال power button و ال home في نسل وقت اذا ما نتعلم اذا هو system recovery نختار الخيار التاني apply update from sd card نقوم بالنزول عن طريق volume buttons ونختار ونختار home ثم نختار apply update from sd card ونختار نختار update .zip وليس update android .zip ثم نختار reboot system now وننتظر حتى استعيل الجهاز بطريقة عادية وننتظر حتى ثم حتى قد تم اخت صلاحية روت ولمعرفة ذلك موحد وجود أبريكيشن جديدة تسمى سوبر يوزر ننتظر حتى التيم تم قرأ سدي كارد تعمل كما تلاحظ هنا هنا السوبر يوزر قد تم أخذ صلاحية الروت الآن نتعلم كيفية نزع صلاحية الروت من الهاتف إذا نقوم بالنفس العامل اليوم ننتظر ثم نقوم بإشعال الهاتف بنفس الطريقة سوف نقوم بإشعال الهاتف بنفس الطريقة ونذهب الآن إلى update on route كوانزي نختار نقتل سيتم نقوم بإشعال الهاتف سنلاحظ أن الأبريكيشن سوبر يوزر لم تعد موجود بالنسبة للناس الذين لا يعلمون ما معنى أخذ صلاحية الروت سأقوم بوضع في الديسكريبشن رابط 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 آم رابط ستسلم رابط 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 إذا لحظنا لا توجد اسمها سوف سوف هذا نحن قد نحن الفيديو إلى خلقات أخرى خلقات أخرى خلقات أخرى أخرى